تتعرض جامعة تعز اليمنية العريقة لحملة تحريض واسعة من سياسيين وناشطين متشددين على خلفية تبني مجلس الجامعة الحكومية لقرار بإدراج قضايا تنمية المرأة في إطار النوع الاجتماعي ضمن برنامج الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير حملة التحريض على جامعة تعز هذه قد تبدو للبعض مفاجئة وغير مبررة لكن إدارة الجامعة تعتبرها إساءة ضد محافظة تعز أولا وتحريضا على الجامعة كصرح تعليميا وضد كوادرها التدريسية أيضا الحملة التي وصفت بالمتطرفة والمثيرة للكراهية تدعو إلى إغلاق مركز البحوث ودراسات تنمية المرأة بعد تبني مجلس الجامعة برنامج الماجستير فيه لدراسة قضايا النوع الاجتماعي واعتبر النائب البرلماني عبدالله العديني الذي يتصدر هذه الحملة التحريضية أن قرار مجلس الجامعة بإدراج النوع الاجتماعي هو جريمة لا ينبغي السكوت عنها إلا أن الجامعة تأكدت أن برنامجها الذي تبنته مطبق فيه بأغلب الجامعات اليمنية منذ عشرات السنين ومنها جامعة صنعاء وعدن وأن مصطلح النوع الاجتماعي بمفهومه الواسع أقرده جميع المكونات السياسية اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني عام 2012 لتأكيد قيم المواطنة والمساواة فيما يرى مراقبون أن الهجوم على جامعة تعز أعاد إلى الأذهان حملة مماثلة تعرضت لها جامعة صنعاء قبل نحو عشرين عاما من قبل متشددين السياسيين وبرلمانيين وحزبيين هاجموا مركز البحوث التطويقية والدراسات النسوية بجامعة صنعاء إلى حد تكفير رئيستها أنذاك الدكتورة رؤوفة حسن اللجنة الوطنية للمرأة في تعز دخلت على خط الدفاع عن الجامعة ودانت حملة التحريض داعية للتصدي للتيارات المتشددة والأصوات المتطرفة التي تستهدف المرأة والتنمية معربة عن أملها بأن لا تتراجع الجامعة عن قرارها وطالبت الدكتورة ألفت الدبعي عضو هيئة التشاور والمصالحة وهي من كوادر جامعة تعز أيضا طالبت مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب العديني لمقاضاته على نشر خطاب الكراهية في المجتمع كما تقدمت ببلاغ ضده للنائب العام لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر